اللهم ارزقنا في هذا اليوم صبرا وتوفيقا وسخر لنا من الأقدار أجملها ومن حوائج الدنيا أيصرها وأحسنها اللهم امدنا بوافر جودك واجعل لنا مع نسمات هذا اليوم رزقا وسعادة وعافية اللهم بشرنا بالخير كله كما بشرت يعقوب بيوسف وبشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيا اللهم أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجل والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال اللهم آمين يا رب العالمين أحلى أخوات في الدنيا عاملين إيه يا رب تكونوا بخير النهاردة طبعا يوم الجمعة يوم مختلف قلت أبدأ اليوم كده بذكر الله ووصله على الرسول عليه السلام والسلام معلش المقدمة كانت طويلة عليكو شوي زي ما انتم شايفين حنا نعمل مع بعض افطار يوم الجمعة أنا جبت البطاطس أشرتها وغسلتها ومعايا آآ مية انزلت فيها بمعلقة آآ معلقة خل ومعلقة ملح طبعا زي ما احنا عارفين اللي الخل والملح بيخلي البطاطس المحمرة تكون مقرمشة هقطع معاكو البطاطس صوابع يلا بقى كده من بداية الفيديو اللي ما اشتركش تشترك واضغطه آآ لايك عشان ينتشر الفيديو ويوصل لأكبر عدد من الناس والكاناة تكبر بيك وتكبر معاكو ان شاء الله ووجودكو دايما مشرفني وتجعل راسي بإذن الله أنا كده انزلت بالبطاطس في الزيت طبعا احنا نسيب البطاطس مش هندلنا قفلين جنبها زي ما احنا الكل عارفين يعني هنمع الجنبها ايه كم حاجة كده برضو عشان بتاخد وقت البطاطس معروفة يعني أنا هنا معايا خمس بيضات ومعايا جبنا شيدر وجبنا رومي وزاتون مخلل بس مخلي ويجبنا مزدرلة ومعايا طماطم وفلفل ألوان هنعمل ايه هنشوف هنعمله ازاي طبعا هكسر البيض في البولة طبعا البيض انا غسلته ونشفته عشان لو احنا بنعمله كده ما فيش حاجة تقع فيه صلوا على النابي كده يا جماعة وزي ما انتم عارفين يوم الجمعة كده اكسروا من الصلع على النابي وذكر الله عليه الصلاة والسلام طبعا ضفت معلقة من الفلفل سود ومعلقة ملح ومعلقة كمون دي بهارات اللي احنا نحتاجها بس للبيض هقلب طبعا كده زي ما انتم شايفين البهارات مع البن وهنزل بالطماطم والفلفل وطبعا هنزل برضو بالسداتون وبالجبن اي نوع جبن انت عايزة تحطيه اه حطيه بس يكون غير المذرلة لان المذرلة بتسيح فمش هينفع تسيح في في الطوصل هي لازم تكون على الوش على وش الحاجة عشان ما تنزلش في الارضية وجبت بصلة برضو صغيرة هيت انا هعملها معاهم طبعا البصل اللي عايز يضيف يضيف واللي مش عايز براحته طبعا طبق بدي يعني مختلف شوية بلنا نعمله مع بعض هقلب طبعا الخلوط ده كله مع بعضه طبعا طبق في مكونات غذائية كتير وما بياخدش وقت على طول يعني وطبعا شكله بقى حلو وبيفتح النفس هاخده واروح على النار فوصل على النار اهي وهنزل بمعلقة زيت زتون هي بس كده في قاع الصينية بس مش اكتر وفي قاع الطوصة زي ما انت حابة تعملية اعملية وبعد كده هنزل بالخليط كله في الفيسطينية طبعا ما بياخدش وقت على خمس دقائق كده والنار متوسطة انا هضيف الجبن على الوش وهي غطي عليه بنعرف ان هو استوى ازاي لما تجبنا تسيح عليه وما تجبنا تسيح يبقى كده خلاص هو استوى طبعا البيت من تحت ما بياخدش سوا وكده خلاص البطاطس اتحمرت معي زي ما انتم شايفين جميل هي بسم الله ما شاء الله المعلقة الخل ومعلقة الزيت الملح طبعا بيعملوا شغل جامد في البطاطس وطلعت البطاطس وهنزل كنت مقطعة بتنجان برضو هنزل برضو في الزيت بالبتنجان وزي ما انتم شايفين كده خلاص البيت استوى معي يوبيت كده بس يعني عبارة عن بيت زي بس مكوناتها بيت وزي ما احنا عارفين كده كده خلاص طلعت البتنجان يلا بقى كده اللي مكسل كده يقوم يعمل فطار كده جميل ويخلي كده ولده يفطره وبمبسطين ما تكسلوش عن حاجة تعملوها طبعا جبت عشان نعمل تعمية هو لازم طبعا الفطار ببقى فيه تعمية برضو طبقين همت فيه معلقة سمسم ومعلقة كسبرة ناشفة وطبق فيه شوية مية هعمل العجينة وحط بس صوابع بس كده فيها وحط على السمسم والكسبرة على الطعمية وانا ازلها في الزيت على طوال وصابعين بس كده مش بنحط دينا كلها يعني في السمسم ولا في الكسبرة لأ زي ما انتم شايفين اللي الطعمية هيت جميلة وخفيفة وحلوة مش مكتوبة من جوه طبعا في بيتك مضمونة بزيت نضيف وحاجة حلوة هيفين عامل ازاي طبعا برضو الفول هنا انا جبت الفول سخنته في طبق المونيا بس يفضيته في الطبق ده وبسيح سامنة بلدي عشان طبعا احطها على الوش وضفت معلقة ملح ومعلقة كامون على الفول طبعا انا مش بعمل بالتفاصيل عشان ما اطولش عليكم الفيديو هنزل بالمعلقة السمن وجبت برضو هنا طبعا لازم الحاجة الخضرة تبقى في الفطار او في اي وجبة يعني لازم يكون حاجة خضرة جبت خيار وجبت طماطم وبرضو هنا جبنة قديمة برضو انا عاملها في البيت هضيف عليها معلقة زيت زيت زيتون طبعا حاجة يعني بتفتح النفس برضو على الاكل كده برضو وكده خلاص الفطار آآ خلصته اهو زي ما انتم شايفين بس انا طلعته برا المطبخ البطاطس مقرمشة وجميلة هو الفول زي ما انتم شايفين طبق الفول وحلاوة وزيتون وطبق البيض هقطعوه برضو معيكو عشان نشوف استوى برضو اهو اهو ما بيخدش وقت والشكل جميل انا ضفت عليه آآ معلقتين من الكاتشاب كده على الوش استوى الجميل اهو ولنشن ومخلل وخس غسلته برضو حطيته على مع الفطار وبتنجان وطعمية يلا بقى اللي ما اشتركش اوع الاكل ياخدكو واللي ما تعملش اشتراك وتضغطوا لي يلا زي ما انتم شايفين كده خلاص يعتبر اليومنا النهاردة خلص كان فطار يوم الجمعة كل جمعة وانتم طيبين ومسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر